شكرا لك علي وفراس ستة طلاب تسلموا براءات اختراع ضمن الدورة الثانية لجائزة حماية الملكية الصناعية والتي تأتي بتنظيم من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم كاميرا المملكة التقت أربعة من أصحاب البراءات وعادت لنا بهذا التقرير في ظل الوضع الاقتصادي السائد لا بد من إيجاد بدائلة تخدم المجتمع تساعد على سد الاحتياجات الوطنية في شتى المناح العلمية والإنتاجية من هنا تأتي أهمية تقدير الطاقات الإبداعية في مدارس المملكة والاستثمار الصحيح والمثمر بالعنصر البشري الخلاق لتأتي جائزة حماية الملكية الصناعية وتقدم براءات اختراع كي تحفظ للمبدعين الصغار حقوقهم الطالبان صالح ملكاوي وصبا شومان طورا جهازا يكشف عن نسب دهون الدم من خلال القرنية هو موبال أبليكيشن فممكن أن يقدروا الناس ببيتهم بأي وقت يقدروا يشخصوا حالهم ويعرفوا إذا في عندهم زيادة دهنيات أو لا وإذا هم يحتاجوا يروحوا على الدكاترة أو لا نحاول نكون حافز للناس ومشجعين للطلاب اللي قدنا والشباب أنهم يطوروا من حالهم ويتعلموا أشياء جديدة حيث أنهم يخدموا هذا الوطن الطالبتان لين الجعافر وندين العضايل ابتكرتا جهازا يتحكم بنسب الرطوبة ويعمل على تثبيتها على درجة معينة عبر تطبيق على الهواتف الذكية قدرنا أن نشارك بمصابقة عالمية بإندونيسيا اللي هي International Young Invention Awards على مستوى 15 دولة فاز المشروع بجولد ميدال بميدالية ذهبية وفاز بأفضل مشروع تسويقي جهازنا هو Humanity Controlling Device هو جهاز يتحكم في الرطوبة في الأماكن المغلقة مثل المكاتب مثل الحضنات مثل غرف المرضى اللي عندهم نقص في المناعة نشر ثقافة الابتكار لدى الشباب يحفز المجتمع على أن يكون أكثر التساقا بالاقتصاد المثمري والعملي لنرى ونفتخر بشعار صنع في الأردن في عالم مليء بالتغيرات ويتميز بالوتيرة السريعة والتنافسية أيمن لحمود المملكة عمان ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا في ألسيديو مديرة حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة السيدة زين العوام لأهلا بك معنا في صباح المملكة أهلا بك بداية شو أهمية هذه الجائزة في استكشاف الطلب الموهوبين يعني هذه الجائزة لها كل الأهمية في الحقيقة كان الهدف منها أن نكتشف الطلاب المبتكرين والمبدعين في مدارس المملكة على اختلاف التوزيع الجغرافي فبدأت هذه الجائزة من سنتين تقريبا وكانت الدورة الأولى حول العلامات التجارية وبرضه كان في مشاركة واسعة جدا من طلاب المدارس بتعاون من وزارة التربية والتعليم وكان الثيم الأول عن رسم لوحة بتعبر عن أهمية شراء المنتج الأصلي والابتعاد عن المقلد والسنة الثانية كانت عن برعات الاختراع فالهدف اللي بتطمح إلى وزارة الصناعة والتجارة هو تضمين المناهج الحكومية لمادة الملكية الفكرية يعني المدارس اللي كانت مشاركة في هاي الجائزة هي مدارس خاصة ولا حكومية ولا من الجهتين كافة المدارس اللي بتتبع لوزارة التربية والتعليم سواء خاصة حكومية مدارس عسكرية كل المدارس وكانت مشمولة كل المملكة وكان في شغل من زملاء في المديرية على مختلف مديريات التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة التربية فكان في شغل مع المعلمين ومدرر المديريات لأقاليم الشمال والوسط والجنوب بتعاون مع وزارة الصناعة طبعا طيب وين لاحظتوا أنه في تطور في مستوى الابتكار أو الإبداع عند الطلاب في أي مدارس في أي جهات تستغربي كل يعني ما من قدر نستثني جزء من المملكة بالسنة الأولى كان جزء كبير كما من الفائزين من المحافظات والسنة الثانية نفس الشي عندنا سنة من قصبة الكرك فالإبداع والتميز موجود ريج وين ما رحتي بالمملكة الأفردنية الهاشمية الحمد لله الحمد لله طيب إذا بدنا نقارن مدى التطور اللي حصلت عليها هذه الجائزة في دورتها الثانية وهل برأيك أنه مستوى الاختراعات اللي كانت مشاركة في هاي الدورة كان مستوى عالي يعني مستوىها ممتاز ونحن فعلا فخورين باللي شفناه من طلاب المدارس الأردنية كان في وعي وكان في توجيه وكان في إرشاد من قبل فاحصين البراءات في مديرية حماية الملكية الصناعية للطلاب والمعلمين زي ما بتعرفي أريج الطلاب هم بهذا الزمن هم الأكبر مستخدمين لحقوق الملكية الصناعية وتعاونهم مع الانترنت وكل الأشياء الجديدة بحياتنا بيؤدي أنه هم يكونوا أكبر شريحة مستهدفة وبالتالي كان توجه الوزارة أن نشر هذه الثقافة عند الأجيال الأصغر عمرا حتى تخلقي جيل واعي مبتكر ومبدع فاهم حقوقه وبالتالي يحترم حقوق الغير مجرد ما تحطي هذه الثقافة أو تخلقيها عند الجيل الأصغر عمرا ستمشي معه للنهاية لأن التربية هي الأساس طب دور وزارة الصناعة في نشر هذه الثقافة أكثر نحن اللي بلشنا هذه المبادرة مديرية حماية الملكية الصناعية دورها التقليدي هو تسجيل وصيانة حقوق الملكية الصناعية واللي بتضمن براءات الاختراع علامات تجارية رسوم ونماذج صناعية فحبينا نخرج عن الإطار التقليدي لدور المكتب الوطني لهذه الحقوق وطلعنا لنا أنشطة غير تقليدية منها التوجه للقطاع العام مثل وزارة التربية والتعليم حتى نقدر ندخل المفهوم إلى المناهج الحكومية برضو طلعنا للتعليم ما بعد المدارس واللي هو الجامعة فنحن كمان عندنا مبادرات مع الجامعات الأردنية وين بتحسوا الابتكار أكثر في الصفوف الصغيرة ولا في الجامعات يعني اللي شفناه إشي مفخرة جدا مع المدارس والجامعات لا شك أنه في عندها حب للتطوير فحاليا نعم نشتغل مع الجامعات الأردنية على تطوير سياسات الملكية الفكرية الخاصة فيها ومساعدة الجامعات اللي ما عندها سياسة ملكية الفكرية إنها تحط وحدة طب بالنسبة للمشاريع اللي من المتوقع إنها تكون ناجحة ولكن هي ما فازت بجوائز هل بتتبناها وزارة الصناعة؟ وزارة الصناعة دورها يعني حسب القوانين اللي نحن نشتغل فيها ما بتقدري تتبني مشروع معين معين بقدر ما هو الترويج لإله احترام وتكريم الطلاب الفائزين بهاي الجوائز وهذا بنطبق على كل المخترعين المحليين مش فقط الطلاب أو من خلال هاي الجائزة طب في شروط بتم تعامل فيها علشان يتم اختيار الفائزين طبعا هلا هاي المسابقة اشترك فيها بحدود السبعين طالب فنحن لما وصلنا لغاية ستة مشاريع فائزة كان فعلا جهد مشترك من قبل وزارة التربية ووزارة الصناعة وعدد لجنة فرز الفاحصين في قسم براءات الاختراع كان لهم دور كبير ما طبقنا المعايير الصارمة جدا على هاي المشاريع ولكن اطلعنا على الجدة والابتكارية وقابلية هاي المشاريع المقترحة للتطبيق الصناعي وفعلا كانت ترقى لمستوى براءة اختراع طيب بدنا نفهم أكثر شو هو مفهوم الملكية الصناعية طبعا خلينا نبدأ من المفهوم الأشمل اللي هو الملكية الفكرية واللي هي تعنى بحماية الابتكار والإبداع البشري أو نتاج العقل البشري ونتاج العقل البشري قد يكون اختراع قد يكون رسم نموذج صناعي وهذا النتاج قابل للحماية من خلال القوانين الموجودة في الأردن منها قانون براءة الاختراع قانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية فالملكية الفكرية تنقسم إلى قسمين حق مؤلف وحقوق مجاورة وملكية صناعية واللي هي المناطة فيها وزارة الصناعة والتجارة إدارة الملكية الصناعية طيب تحدثت قبل قليل عن إدخال مفهوم الملكية الصناعية ضمن مناهج تدريس الطلبة طبعا شو الجهود اللي بتقوموا فيها لنجاح هاي الفكرة هاي الفكرة بتهمنا جدا لأنه نحن الملكية الفكرية بشكل عام والصناعية هي ثقافة وتربية ونشأ فالأساس نبلش مع الطلاب من أعمار صغيرة جدا حتى يطلعوا بفكر مختلف ونمي عندهم روح الإبداع بالضبط تنمي عندهم روح الإبداع والابتكار وبالتالي توصلي لاقتصاد المعرفة لجيل واعي تطلقي خياله العلمي فمثلا مادة التعبير باللغة العربية هي أكثر مادة ممكن الشخص يعبر فيها ويطلع معه أدب بينما نحن عم نتوجه لمواد أخرى مثل الفيزيا والكيميا والرياضيات اللي ما منشوف لها يمكن تطبيق كبير في مدارسنا مديرة حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة وتجارة سيد زين العوامل شكرا لوجودت معنا في هذا الصباح ويعطيكم ألف عافية شكرا